حري بك عزيز الطالب أن تطعم نفسك وأن تكثر من هذا الطعام الشهي طعام الوقوف على الملامح التي تستطيع من خلالها أن تعالج الدعوة إن عنت لك يوما ما وما زلت عزيز الطالب أن أقدم لك شيئا من هذه المطعومات الشهية إن ملامح العلاجات للمشكلات الذاتية لم تتوقف عند حد ما قلنا وإنما نقدم لك هذا الجانب أيضا العمل على تصحيح المفاهيم والمناهج والأساليب الدعوية في ضوء المصادر المعتمدة ما معنى هذا؟ إن الدعاء لابد أن يبدأوا بتصحيح المفاهيم والمناهج التي يلجأون إليها والأساليب التي يستعملونها ولكن في ضوء المصادر التي اعتمدها العلماء والمفكرون والكتاب والباحثون لإبراز الطرق السليمة لأداء الدعوة الحكيمة أيضا من بين تلك الملامح التي لابد لك أن تؤكدها في نفسك وأن تبني نفسك عليها الاستفادة من جميع أهل الخبرات والكفاءات والرجوع إلى المعالجات أو في هذه المعالجات إلى العلماء الربانيين والخبراء المجربين في القديم والحديث ففاقد الشيء لا يعطيه ومن فقد تاريخه ضاع في حاضره هكذا على الدعاة أن يعو أن نجاح دعوتهم أو نجاحهم في علاج مشكلاتهم الذاتية إنما يبدأ بالعودة إلى ما قام عليه العلماء الربانيون والخبراء المجربون في قديم هذه الأمة وفي حديثها وكيف كانوا يواجهون المشكلات فلابد أن نتأسى بالصالحين في طرقهم ومناهجهم كذلك من بين تلك الملامح التعاون الصادق في سبيل علاجها بين الدعاة المؤمن مرآة أخي حقا لابد أن يتحد الدعاة وأن يتآلفوا فيما بينهم حتى يستطيعوا مواجهة تلك المشكلات وأن يبدأوا بعلاجاتهم من الداخل وذلك بالألفة والمودة فيما بينهم كي يعالجوا الخطأ الدفين الذي تحدثنا عنه سلفا وهو التشتت والتفرق بين الدعاة أنفسهم وتركهم للأخوة التي لابد أن يتعلموها من موسى وهارون عليهم السلام كذلك من بين تلك الملامح رفع الحواجز الانتمائية على مستوى الأفراد ونبذ العصبية الحزبية على مستوى الجماعات إن كثيرا مما يقدم كما سبق وأن بينا سببا من أسباب وقوع المشكلات في الداخل تلك الانتمائية البغيضة بين أفراد أناس أو بين أناس يلتزمون بمبدأ ما أو يعيشون في ظل رأي ما وعندئذ ينتمون لهذا الرأي وينسون أنهم عضو في جماعة الأمة المسلمة وينسون أن يقدموا للعوامي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة حيث آخى النبي بين أصحابه وآخى بين الدعاة في كل زمان ومكان بأقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله فلابد أن ينبذ العصبية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة وكذلك على مستوى الجماعات لابد أن يعوا أنهم في رابطة الأمة المسلمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هكذا كانت صفة الأمة وهكذا لابد أن تكون صفة الدعاة في علاجهم للمشكلات أيضا من بين تلك المعالم التي لابد أن تعيها عزيز الطالب ولابد أن يسير عليها الدعاة في كل زمان ومكان في معالجة مشكلاتهم المراجعة المستمرة للعمل ينظرون ماذا قدموا وبماذا فعلوا وبماذا حصلوا وما الأخطاء التي وقعوا فيها ولابد أن يعتمن مبدأ النقد الذاتي للنفس فبغير هذا المبدأ لا يوصف العمل الدعوي بالعمل الصالح الذي وعد عليه المؤمنون بالنصر والتمكين في قوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون كما قال تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالآيتان عزيز الطالب تخفان بنا على هذا المبدأ القويم في علاج المشكلات المراجعة الذاتية والعمل الدعوي فالنجاح الباهر للأمة والتمكين في الأرض عندما تكون الأمة متحدة عاملة للعمل الصالح وعندما يصير الأفراد على هذا العلاج الذاتي ومعارجعة النفس كما جاء في سورة العصر عندئذ يتحقق للإنسانية أمنها ورشدها ترجمة نانسي قنقر